اشتركوا في القناة امور كثيرة وبيحمل اليوم فرص جيدة وتصحيح لمصار أو تقدم ببعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل المشاكل برج الثور عليك أن تعزز علاقتك بالشريك بشكل أفضل حتى تقدر تشتغل معه كأنكن فريق واحد على الصعيد المهنة برجع لك اليوم الأمل وبتصير مشرك وممكن تقدم النصايح للآخرين أو الدعم وترفض تبين عن ضعفك برج الجوزاء فتح باب الحوار مع الشريك أيها الجوزاء فممكن يصلح لقاء بسيط مشاكل قديمة وعلقة بينتكن على الصعيد المهنة بترتاح للتطورات وبتكون مفتخر بنفسك وممكن تحقق عمل بلاقي الاستحسين وبتخطفي الضغوط وبيطمأن بيلك برج السرطان ما تستشير الآخرين باللي بيتعلق بقراراتك العاطفية أيها السرطان وحاول تتصرف من تلقاء نفسك على الصعيد المهنة بتركز اليوم على مساعدة أحد الزمل بالعمل والكل بيقدر وقوفك إلى جيمبو ومسنته بظرفه الدقيق برج الأسد الأجواء ما بتساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك مثل العادة الأمر يلي بيسبب استغرابه أما مهنياً بيشير اليوم لفترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات وممكن تضطر للاهتمام بشؤون بتشغلك عن المشاريع الجديدة برج العذراء بتستعيد حيويتك بالعلاقة وبتكون متحمس لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك أما مهنياً بيكون اليوم مليئ بالتطورات الإيجابية وبيخلي أمورك بالعمل تستقر بشكل أفضل وبتشعر أنه أذائك أحسن برج الميزان بتشعر بالراحة اليوم بعد النجاح اللي حققته بالعلاقة مع الشريك على سعيد الإخلاص أما مهنياً بيحمل اليوم حدث مهم وممكن تستفيد من حياة مهنية صغبة لالتقاط فرص معينة بتفتح أمامك بعض الأبواب برج العقرب ما توريت الحبيب بأمورك المهنية الخاصة أيها العقرب فهالأمر ما بيليء فيك وممكن يصيب العلاقة بالصميم مهنياً بتوصل اليوم لأنيعة وبتلاقي حالك شخص مرغوب فيه كتير لأنه كفئاتك العالية بتلفط نظر الجميع برج القوس حافظ على سرية مشاعرك أيها القوس وتقبل يلي عم بيصير معك بهالفترة إذا قدرت أما مهنياً ممكن تستيق لا قرار بيصدر أو لأمر بيتعلق بأحد الزملاء فبتحاول مساعدته بكل ما بتملك من قوة برج الجديد بتصغي لتزمر الشريك وبتطلب تفسير وبيكون الأمر صعب فمش من السهل بت موضوع معقد أما مهنياً الحياة المهنية بتشكل لك إرباك وبتولد صراع واق الزواجية وممكن تواجه منافسة مع زميل أو زميلة ويدور صراع بين أدكن برج الدلو بتفتح قلبك للشريك أيها الدلو وبتصرحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وبتنقشه المواضيع المهمة والمتعلقة بمشاريعكم المستقبلية على الصعيد المهنية لحسنا الحظ بتعود المياه لمجرية بالعمل وبتتطور الأمور حتى تعيش مرتاح وبتصير مطمئن وسعيد ننتقل لآخر برج معنا لليوم برج الحوت ممكن تنفعل بسبب التطرق لمسألة بتخصك أنت والشريك فبتتبدل المواعيد وبينتبك بعض القلق على الصعيد المهنية بعض المصاعب المتعلقة بالماضي بتظهر من جديد اليوم لكنك بتتخطاها بسرعة إياسية وكأنه شيئاً لم يكن أما مورود اليوم من برج الأسد ما بتعرف الحيات بمواقفك أبداً وبتعلن رأيك بصراحة تامة فأنت شخص صادق لأنك بتبتعد عن المواقف الحيادية فبتبتعد عنها حتى بيعيد إيتك هيك بتكون خلصة فكرتنا لليوم أنا بشوفكم بكرة بفكرة جديدة وهلأ وقفة ونرجع على MTV Alive